بعد سبع سنوات من عملها في حراسته ينهي النظام السوري بضوء أخضر روسي عمل ميليشيات ما تسمى كتيبة الحراسة سرايا العرين 313 المسؤولة عن أمن مدينة قرداحة مع قلئال الأسد في محافظة اللاذقية حل ميليشيا كتيبة الحراسة رافقه إعلان لأنصار النظام بتكريم عناصر الميليشيا ومسؤوليها فالمهمة انتهت لكن باب العودة يظل مفتوحا فيما لو حدث أي طارئ والكلام لمسؤول الحزب الحاكم في قرداحة سميح عدرة واستأنفت ميليشيا كتيبة الحراسة المدعومة إيرانيا عملها في اللاذقية منذ الأشهر الأولى للثورة السورية عام 2011 وهي ميليشيات جمع عناصرها من سكان قرداحة والقرى المحيطة بها وأغلب أفرادها من عناصر النظام السابقين المتورطين بجرائم جنائية أسقطت عنهم قضائيا عندما انخرطوا في تلك الميليشيات وتشهد محافظة اللاذقية منذ أيار الماضي عمليات أمنية تنفذها قوات النظام لملاحقة واعتقال أفراد وقادة ميليشيات داعمين له في إطار حل تلك الميليشيات بعدما توسع نفوذها في الساحل السوري وهو ما شكل إزعاجا للقوات الروسية المتمركزة في قاعدتي حميميم وطرطوس نفوذ روسيا في المناطق الساحلية غربي سوريا كان من صوره مصادرة عقارات وممتلكات لقيادات بارزة في الميليشيات التي ساندت جيش النظام في معارك عديدة في ريف اللاذقية الشمالي وفي مدينتي حلب وحمى فمتغيرات اللعبة السياسية الدولية في سوريا لم تشفع لاستمرار هذه الميليشيات رغم وجودها الذي قال عنه رئيس النظام السوري إنه شرعي